ينضم علينا من بغداد سيد مهدي خزع الرئيس مركز الكلمة للدراسات السياسية ومن القاهرة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية السابق أبدأ من بغداد وضيف سيد مهدي سيد مهدي اجتماع الوزراء الخارجية لكل من مصر والأردن والعراق وتمهيدا لقمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث هل نتحدث هنا عن بناء محور سياسي مستقل في المنطقة أم أن الأفق اقتصادي بحت تحية طيبة لكم لضيفكم الكريم شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة واقعا كما سمي هذا الاجتماع بالمشرق الجديد وكما سمته الحكومة العراقية وسماه رئيس الوزراء في المشرق الجديد في وقت سابق ذات الأهداف الأساسية إليه هي أهداف اقتصادية أساسية بحت والأهداف السياسية والأراء السياسية هي ربما تأتي اتباع الأولوية الاقتصادية فالأولوية لهذا التحالف تحالف المشرق الجديد أو اجتماع المشرق الجديد هو الأهداف الاقتصادية هذه البلدان الثلاثة العراق كذلك المملكة الأردنية الهاشمية جمهورية مصر العربية هناك تقارب اقتصادي لقرب هذه البلدان تبادل المنفعات مشترك فيما بينها هو سيناقش الملفات الاقتصادية في القضية الأساس مع المملكة الأردنية الهاشمية سيتكلم حول تصدير النفط الذي يصدره العراق للمملكة وكذلك عن المدينة الصناعية التي تكلم بها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وأريد أن تبرم في عهد عبد المهدي مع المملكة الأردنية الهاشمية كذلك مع جمهورية مصر العربية الحديث كذلك عن تصدير النفط وأمور اقتصادية أخرى فبالأساس أساس القمة أساس هذا الاجتماع أبعاده الأساسية هي أبعاد اقتصادية تضغى عليه الجنبة الاقتصادية نعم وللسياسة رأي حاضر الحديث والقمة لا تخلو من حديث سياسي واتفاقات سياسية لكن هي ليست بالأولوية كمثل الأولوية الاقتصادية نعم أتحول إلى القاهرة وضيفي السفير حسين سيادة السفير كيف تنظر مصر إلى هذه القمة وما المنتظر منها في الحديث عن أن التنصيق اقتصادي فقط يعني بداية تحية لحضرتك والسادة المشاهدين والضيف الكريم من بغداد طبعا مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الأردن والعراق استنادا إلى خلفية تاريخية رصيد إيجابي للتعاون بين الدول الثلاثة من ناحية أخرى مصر ترى أن هذه الألية ألية التعاون السلاسي كما نسميها في مصر هي بارقة أمل حضرتك في إطار الأوضاع في المشرق العربي وفي الخليج أن هذه ألية التعاون السلاسي تكون بعون الله رافعة لمزيد من التعاون العربي للخروج من سنوات ما سمي بالربيع العربي الألية التعاون السلاسي طبعا وأنا أتفق مع الرأي القائل أن الأولوية في هذه الألية هي للمجالات الاقتصادية والتجارية وكل ما يتعلق بالطاقة والنقل والتشييد والبناء لكن استحداث هذه الألية بيعكس إرادة سياسية ليس فقط من جانب مصر وإنما من جانب الأردن والعراق لتشكيل تكتل للبناء تكتل للأمن تكتل للاستقرار طبعا نحن من ناحية أخرى أسمحي لي أن أنا أعرب عن ساعدتي باستضافة بغداد لهذه الاجتماعات سواء الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية أو أن بغداد ستستضيف القمة الثالثة لألية التعاون السلاسي القمة الثانية كما تعلمون حضرتك عقدت في عمان في أغسطس الماضي وكان من المفترض أن القمة الثالثة تعقد يوم السبت الماضي لكن نظرا للظروف التي ترأت في مصر سواء جنوح ناقلة الحويات أو حادث القطار تم تأجيلها لكن نحن سعداء جدا باستضافة بغداد لهذه القمة طبعا كما تعلمون حضرتك أن في القمة الثانية في عمان كان قد اتفق على إيجاد آلية تنفيذية لمتابعة القرارات التي تتخذ على مستوى قمة وتم الاتفاق أيضا على اعتبار عمان الأردن مقرا مؤقتا للسكرتارية التنفيذية للألية لمدة عام حتى يتم النظر بصورة نهائية في المقر الدائم للسكرتارية التنفيذية إذن أتحول إلى بغداد وسيد مهدي سيد مهدي في محاولة لقراءة تفاصيل أكثر حول مشروع المشرق الجديد هل يمكن أن يتوسع المشروع ليضم دول أكثر نعم عزيزتي إمكانية انضمام دول أخرى لهذا المشروع هي إمكانية متاحة خصوصا مع المساعي التي قمة المشرق الجديد والاجتماع المشرق الجديد التي نترقب إنعقاتها في بغداد هي جاءت بدعوة عراقية وبتحرك عراقي فالعراق ساعي إلى انضمام دول أخرى وهناك إمكانية لانضمام دول أخرى إذا ما خرجنا بنتائج إيجابية وجيدة من هذه القمة التي ننتظر إنعقاتها التي ستنعقد وستنعكس ستتم ترجمتها اقتصاديا وسياسيا وأنا عندما أقول اقتصاديا وأعطي الأولوية للاقتصادية هذه البلدان الثلاثة وأنا سمعت للضيف الكريم هذه البلدان الثلاثة لديها اجتماعات اقتصادية نعم هي جاءت بدوافع سياسية لكن المحرك الأساسي والدافع الأساسي لها هو دافع اقتصادي فإذا ما تطبقت وأنعكست نتائجها بصورة إيجابية على البلدان الثلاثة المجتمعة نعم هناك إمكانية لانضمام دول أخرى وهذا الأمر متاح وأعتقد هناك ربما ستوجه دعوات بعد نجاح القمة هناك تأسيس تأسيس لمرحلة اقتصادية عربية جديدة سيدة الفاضلة وهناك كذلك سيحدث تأسيس لمرحلة سياسية جديدة في مجالات مختلفة في المجال السياسي في المنطقة العربية من الملفات الأخرى التي ستناقشها هذه القمة ملف الإرهاب وفكرة تبادل المعلومات بين الدول الثلاثة الأردن والعراق ومصر كيف يمكن أن تكون التوافقات سيد مهدي في هذا الصدد وفي هذا الشأن بالتحديد يعني الملف الأمني هو ملف مهم في هذه البلدان اليوم الجمهورية العراق عانت من الإرهاب كذلك جمهورية مصر العربية في فترة ما عانت من الإرهاب والتطرف كذلك المملكة الأردنية الهاشمية كذلك وجودها خيوي وقريب للعراق إذا أريد أن أتكلم بوجهة نظر عراقية عن الفائدة العراقية المرجوة التي سيستحصلها العراق من التعاون الأمني وتبادل المعلومات الأمنية والخبرات الأمنية فهذه البلدان يعني العراق تعرض لنكبة أرهابية ممكن على هذا الأساس أن يتم التبادل المعلوماتي وكذلك تطوير القطاع الأمني بالتبادل المشترك بين هذه البلدان ملف الإرهاب كذلك ويشكل تهديدا عزيزتي تهديدا واضحا على العراق وعلى جمهورية مصر العربية في الدرجة الأساس حتى وإن قلنا أن هناك انتصارا حدث في العراق وتم القضاء على الإرهاب لكن بين الفينة والأخرى تحدث عمليات إرهابية لخلايا كامنة نائمة ممكن أن تعكر صفو المزاج الأمني فالحكومة العراقية تريد أن تقضي على هذه الخلايا النائمة والكامنة وهي معتقدة وهذا احتقادا حقيقا وواضحا وصريحا أنه لا قضاء على الإرهاب إلا بتعاون دولي استخباراتي كامل مع دول قد عانت كذلك من التجربة الإرهابية إذا نتحول إلى القاهرة والسفير حسين كيف يمكن أن يكون التوافقات من الجهة المصرية حول الملفات الأمنية مع العراق والأردن الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب هي رؤية شاملة رؤية شاملة على محورين المحور الأول هو التعامل مع كل الجماعات الإرهابية بغض النظر عن التسميات والمحور الثاني هو النطاق الجغرافي لشن هذه الحرب مصر بترى أن الحرب تشن على الجماعات الإرهابية في كافة المناطق الجغرافية ولا يتم التركيز على منطقة كما شاهدنا في محرب الداعش على سبيل المثال في أجزاء من العراق وأجزاء من سوريا وده أول من ناحية أخرى تبادل المعلومات مع دول في الخندق الأمامي لتخندق الجماعات الإرهابية كالعراق وسوريا من أهمية بمكان لأن ما من دولة بمفردها ستستطيع أن تواجه الجماعات الإرهابية لانتشرها الجغرافي وللتأييد والتغطية السياسية التي من آل لآخر بتستفيد منها لأسباب تتعلق بحسابات بعد الدول وبعد القوى في المنطقة وبالتالي مصر بتعلق أهمية كبرى على تبادل المعلومات الأمنية مع دول مثل الأردن والعراق وتبادل الخبرات وتدريب ممكن يبقى فيه تدريب مشترك ممكن يبقى فيه مناورات مشتركة حضرتك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب تعاون واسع ومصر ومصر بترى أن الإرادة السياسية متوفرة بين الدول الثلاثة للتعاون على هذا الصعيد اللي هو تعاون هام من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في الدول الثلاثة أحب أن أتوقف قليلا عنده هل هذه ألية التعاون السلاسي هي ألية سياسية أو ألية اقتصادية عندما يلتقي رؤساء تلت دول بحجم مصر والعراق والأردن دفحت ذاته عنوان سياسي كبير دفحت ذاته بيبعث برسالة مضمونها سياسي في المقام الأول أي نعم أنه مجالات التعاون يغلب عليها الطابع الاقتصادي والطابع التجاري وما يتعلق بالطاقة والنقل والمصلاة والتشريد والأعمار لكن هناك إطار أشمل لكل هذه المجالات ألا وهو إرادة سياسية وإطار سياسي لتعزيز التعاون بين هذه الدول التلاتية وعندما تلقى القمة الثالثة في بغداد عفوا السفير حسين أتحول إلى بغداد وسيد مهدي سيد مهدي هل يمكن القول بهذه المعطيات الآن أننا أمام ولادة أول نواة عربية لتحالف وتجمع اقتصادي وربما سياسي مهم جدا لإعادة التوازن إلى المنطقة نعم المنطقة العربية بحاجة إلى اجتماع جديد خصوصا مع ما يوجد من الملاحظات على الجامعة العربية المنطقة العربية بحاجة إلى اجتماع جديد اجتماع بعيد عن التعكيرات التي دائما ما تحدث في الاجتماعات مجرد تنابزات وتقاذفات وماكو نتائج إيجابية يعني تطغو على الاجتماعات بصورة أساس نعم أنا أشوف مثل هكذا المشرق الجديد القمة الثلاثية ستؤسس لمرحلة جديدة ستمتد لتشمل بلدان أخرى ستنطلق بأساس ثلاثي ويعني أركان ثلاثة لتتوسع أكثر وأكثر حتى تشمل دول أخرى ستنضم إليها العراق هو راعي هذه المبادرة وهو قادر ومقدر على أنه يقود حوار بين البلدان العربية ليؤسس لمشاريعا اقتصادية ومشاريعا سياسية ومشاريعا أمنية ومشاريع بمختلف التوجهات ويجمع هذه الدول كلها على طاولة واحدة ليكون هناك اجتماع حقيقي يناقش القضايا الأساسية بين البلدان العربية انعكاسات هذه القمة سنشهدها على الشارع العربي وأنا متفائل بالجهود التي يبذلها العراق في دعوة الدول العربية ليؤسس لمثل هكذا مشروع مهم يأخذ على عاد قضايا عربية مهمة السفير حسين كيف يمكن أن ينعكس هذا التحالف الاقتصادي وهذه القمة على المنطقة بأكملها يعني أعتقد هو في المقام الأول حضرتك بينعكس بالإيجاب على اقتصاديات الدول التلاتة ذاتها مصر والعراق والأردن سواء في مجال التشييد والبناء أو في مجال الربط القهربائي أو مجال النقل أو مجال الطاقة لكن حضرتك في المستقبل عندما تستقر الأوضاع السياسية في سوريا وتستقر الأوضاع السياسية في لبنان ويتم تنفيذ حل الدولتين ونرى دولة فلسطين ذات السيادة المستقلة وذات حدود محترف بها دوليا أعتقد أنه ألية التعاون السولاسي ستصبح ألية التعاون السوداسي إن شاء الله يعني فطبعا لنا أن نتخيل قدرات هذه الدول الستة في التعاون في كافة المجالات أعتقد أن سوريا ولبنان وفلسطين إن شاء الله في المستقبل القريب في مسيس الحاجة لمثل هذه ألية التعاون السولاسي اللي ستكون هي الظهير أو العمود الفقري لهذه الدول بالنسبة لفلسطين في التأسيس والبناء وبالنسبة لسوريا ولبنان في إعادة البناء مرة أخرى وتعود لبنان وسوريا مرة أخرى مصدرا للشعبين السوري واللبناني وللمنطقة بأسرها سيد مهدي إلى أي مدى يمكن أن تستفيد العراق من هذا التحالف الاقتصادي الله عزيزتي في جزئية معينة من الممكن للعراق أن يفيد أكثر الاستفادة يعني انعكاساتها على المستوى العراقي أم متفائل بها كثيرا ما أخفيك سرا يعني أكو قوانين يعني خطوات تم التصريح والتلميح عنها مسبقا ستكون من نتاجات هذه القمة الثلاثية ممكن أن تسبب بعض الإضرار في السوق العراقي واليد العامل العراقية نعم ربما تكون هناك انعكاسات إيجابية أخرى فوائد إيجابية في مجالات أخرى لكن هذا لا ينفي أن بعض الخطوات إذا ما تم تنفيذها نحن الآن نتكلم عن شيء لم يحدث نحل لشيء لم يحدث لكن هذه الأشياء التي صرحت بها مصادر مسؤولة عراقية وقالت أن مثل هكذا خطوات ستكون ستسبب لنا مشكلة كبيرة في الأياد العامل العراقية هذا في جنبة أولى في جنبة ثانية نعم نحن نتطلع هذه البلدان الثلاثة عزيزتي هذا ليس على مستوى العراق في ذات التحديد على المستوى العمومي هذه البلدان الثلاثة اتحادها الاقتصادي ممكن أن يصنع شيء رغم أن نجتمع في خط بياني واحد في الرؤية الاقتصادية والمشهد الاقتصادي وعوامل الاشتراك كثيرة في هذه البلدان فممكن أن نخرج بمحصلة اقتصادية جيدة يعني تتكافى بين هذه البلدان الثلاثة وتعود بالفائدة على البلدان الثلاثة أتمنى أن تأخذ هذه القمة وانعقادها أن لا يبخز حق بلد على حساب البلد الآخر وأنا أتكلم عن هواجس ومخاوف أضمرها في داخلي نتيجة معطيات عندي في المشهد العراقي والداخل العراقي سيد مهدي خزع الرئيس مركز الكلمة للدراسات السياسية كنت معنا من بغداد والسفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لكم أتكلم عن طريق شكرا جزيلا لكم 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 خلائ sustainability اشتركوا في القناة